وفقا لجمعية العلاج بتقويم العمود الفقري البريطانية فإن الهواتف الذكية مسؤولة عن الارتفاع في عدد الشباب الذين يعانون من مشاكل في الظهر والرقبة إذ أن مقدار الوقت الذي يقضيه الشخص على شاشات الهاتف بهئة جسدية مائلة يضع أقراص العمود الفقري تحت الضغط ويرى الباحثون أن البقاء لساعات طويلة على تلك الأجهزة يجعل الجسم يعتاد على هذا السلوك ويصبح منحنيا تفاصيل أوفى مع الزميلة عبير عبدالله المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الأعنى دكتور ما هي تأثير الأجهزة الحديثة على صحة العمود الفقري؟ النهاردة أصبحت استخدام الأجهزة الحديثة من الكمبيوترات أو الأجهزة المحمولة أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا زمان كنا نقلل استخدامها النهاردة أصبح ده شيء مطلب غير منطقي وبالعكس إحنا استخدامها أصبح ما ينفعش نمشي بين غيرها وبقت متدخلة في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا المشكلة اللي بتوجهنا إزاي نستخدم الأجهزة بدون الإضرار على جسمنا وعلى صحيتنا وعلى حياتنا النهاردة أنا بيجي لي كشغلي كجراحة أعظام بيجي لي مشاكل كتيرة جدا من صورة متكررة يومية من الموظفين اللي عاديين يجي يشتكي من ألام في أعلى الظهر في ألام في الرقبة ألام متكررة اتعالج مرة واثنين وثلاثة وما فيش فايدة وما بيرتحش خالص نسأل نفسنا هو أنا وظيفتي كطبيب مش نوصف علاج كمسكن وخليه أسكن له الألم لمدة بضع أيام ومجرد أنه يزول موفعه للدواء يرجع مرة تانية لا الوظيفة الحقيقية لكلمة العلاج هي التشخيص للأسباب علاج الأعراض وإن نمنع تكرار عودة المرض مرة تانية الميزان السليم بين أن أنا أمارس حياتي الطبيعية وأمارس شغلي ما بنقولش الناس ما حدش يقدر يقول لحد ما اشتغلش من غير ما تستخدم أجهز الكمبيوتر ولا لابتوبس ولا ولا موبا كلام مش منطقي بس إزاي أشتغل وإزاي أمارس النمط التكنولوجي المتطور اللي إحنا بنجري في ده بوسيلة آمنة صحية تتناسب مع التكوين الطبيعي لجسمي إن أنا لازم أكثر من الحركة يعني أنا أقعد على مكتاب لازم كل مثلا ربع ساعة نص ساعة لازم أقوم لو بطبع ورقة أقوم أجيبها ما بعدش حد يجيبها وكالي البرينتر لا مش حاجة صحية أنا كل ما أقوم واتحرك أنا فكيت جسمي حركت مفاصلي نشطت الدورة الدموية نشطت السائل السينوفي بين المفاصل خليت العضلة تنقبض وتنبسط وأتجنب كثير من المشكلات اللي أنا سببها لأن أنا مش مريض أنا مصاب